فالقرآن عن محمد عن جبريل عن الله هذا سند القرآن عن محمد عن جبريل عن الله كما قال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هذا كله في جبريل أوصاف لجبريل عليه السلام ثم قال وما صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون كما تقوله الكفار ولقد رآه أي رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية الملكية بالأفق المبين رأى جبريل وهو في الأفق على صورته في بطحة مكة ورآه مرة أخرى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته الملكية مرتين وفيما عدا ذلك يراه بصورة إنسان يأتي إليه بصورة إنسان ويراه الصحابة على أنه إنسان ويظنون أنه من البشر وأنه وافد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم